الهدف نصف نهائي والعقبة اوكلاند سيتي والفاصل الزماني ساعة قليلة الوفاق الصيفي بقيادة المدرب خير الدين ماضوي يصب كامل تركيزه على مباراة ربع نهائي او مفتاح البطولة الخصم نيوزيلاندي مجهول لدى اللاعبين والمدرب وهو ما قد يشكل العائق الابرز امام النسر الاسود مباراة صعبة راح تكون مباراة معقدة امام هذه الفرق اللي معدناش معلومات كثيرة على الكورت القدم هذيتين نيوزيلاندية ولكن وقفنا البارع على بعض النقاط سواء نقاط قوة وضعف هذا الفريق حتى اللاعبين المؤثرين في هذا الفريق ان شاء الله ان شاء الله احنا لازمش نستصغر هذا الفريق اولا ونخذ المباراة بكل جدية ملامح التشكيلة تبلورت في ذهن ماضوي وابرز ما ترأى عليها المدافع الشاب سفيان بوشار الذي سيعوض عبدالغاني دم المصاب اما القائد فريد ملولي فقلل من شأن الضغط الملقى على رفاقه ااملا في مواصلة الحضور العربي في المنافسة ان شاء الله نرد الاعتبار للكورة العربية نرد الاعتبار لفريق المغرب تتوانيد هذا الفريق ان شاء الله نكونوا موفقين الى حد بعيد اموالي نعودوا بانجاز يشرف الكورة الجزائرية ويشرف الكورة العربية في حد راتح ان شاء الله استهدادات الوفاق وظروف اقاماته اكثر من ممتازة ولم يبقى الا الظهور بمظهر بطل افريقيا امام اوكلاند انا نقول باللي اخوانينا في المغرب قايمين بمجهودات كبيرة باش يوفرنا كل امكانات سوى في الاقامة او في الاكل او في التنقلات تعالى البحثة تعنا ما عندناش يعني اي مشكلة معها في هذا المجال لهذا نقدر نقول باللي الفريق تانا يعني يرى فيه ظروف جيدة برب ان شاء الله رح نديروا مقابلة في المستوى ورح نفرح الشعب العربي والافريقي وبالاخص الشعب الجزائر ان شاء الله ورح نفرحهم برب اذن الله ان شاء الله ساعات قليلة اذا تفصل وفاق سطيف عن اولى العقبات التي ستواجهه ضمن كأس العالم للاندية الاجواء يطبعها التفاؤل لكنه تفاؤل حذر في انتظار ما ستشفر عنه المباراة امام اوكلاند سيتي عدل ضيف الله بان سبورتز الريباط اشتركوا في القناة